السؤال بعد كده بيقول لو عايز أساعد ابني بمشروع بمشروع ولازم أعمل قرض هل القرض حرام ولا إيه؟ لو أنت عايز تاخد الفلوس عشان تشارك ابنك في المشروع ده وتدي له الفلوس دي وتبقى معاه في المشروع دوت يبقى خلاص دوت مش من قبيل القرض ده من قبيل التمويل لو أخدت الأموال وحطتها في المشروع فده من قبيل التمويل إذا كنت مع ابنك في هذا المشروع يبقى عندناه وإذا كانت الفلوس كلها هتخدها وتحطها في المشروع ده لأن احنا عندنا تلات مجالات واضح فيهم معنى التمويل الأمر الأولاني السلع الأمر الثاني الخدمات السلع رايح باخد بشتري سلعة والبنك بيسدد مكاني فبالبنك بيسدد مكاني وإشير السلعة دوت هيبقى اسمه إيه؟ اسمه تمويل بشتري حاجة اسمها تمويل عقاري بشتري بيت أو لا ده تمويل سيارة فده كله بيبقى تمويل أو قد يكيف في بعض الأحيين على أنه بيع بالتأسيد وأنا بميل إلى مسألة أنه هو تمويل بدأت اسمه تمويل خلاص الحاجة التانية بقى اسمه إيه؟ الحاجة التانية خدمات حد هيعمل عملية حد هيتعلم فأخذ الأموال دي وحطها في التعليم أو حطها في الخدمة في العملية اللي هو فيها دي بعيد عن أن العملية ضرورة لا ده هيبقى اسمه برضو تمويل تمويل لإيه؟ تمويل لخدمة زي خدمة إيه؟ تشتيب بيت مثلا زي تمويل إيه؟ إنه واحد بيبني لي حاجة ده اسمه تمويل يبقى هنا إيه؟ ده تاني مجال تالت مجال بقى المجال المهم المجال الكبير اللي جيه عليه يعني المجال دوت هو المجال الأساسي وبعدين جيه عليه السلع والخدمات اللي هو مجال إيه؟ المشروعات فالمال اللي بيدفع في المشروعات ده اسمه تمويل وليس من قبيل القرض ليه؟ لأن الله أنا لما وخدت المال خدت المال مش عشان أنا شايف ان البنك او اللي بيقردن ده كيان بيرفق بالناس لكن انا خدته عشان هو يبقى اضعه في هذا المشروع بدل اضعه في هذا المشروع يبقى ده شكل من اشكال التمويل طب وايه مسألة التمويل دي بتخلينا ايه ايه اللي بيخلي الشخص المال اللي بيعود عليه ايه اللي بيخلي المؤسسة اللي اقرضتني لما يعود عليها شيء من المال ده ما يبقى شرباء لان اصلا التمويل شكل من اشكال الشراكة مش الشركة في فرق ما بين الشراكة والشركة ايه هي الشراكة الشراكة اللي هو التعاون المالي الاجتماع على عمل ونشاط مالي فده اسمه شراكة لكن الشركة بقى ده احنا رحين لعقد اسمه عقد الشركة وبنحط الفلوس فيه بضوابط معينة في عقد الشركة وكل واحد فينا بياخد على قدر حصصه كلام كتير فيما يتعلق بمسألة عقد الشركة لكن التمويل ده في معنى من معاني الفقهية اسمه الشراكة فيه شراكة زي ما هو موجود فين زي ما هو موجود في المضاربة مضاربة شراكة واحد بيشارك بعمله واحد بيشارك بماله اذا ده جائز وليس حراما لانه من قبيل التمويل بهذا المعنى اشتركوا في القناة